أبوه صار حادث أنا ما عندي هوية أنا مدرسة مدرسة لسه باقي أبوه في المستشبه أنا ما عندي ما عندي إثبات روت عتابي عشر مقطع ميعة جلدية رس عودي أبوه صغير ما عندي إثبات أنا رودي أنا ما عندي بيت ما عندي إثبات أبوه صغير ما عندي إثبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان أنا عندي قناة على اليوتيوب باللغة الصومالية وقبل يومين أو ثلاثة واصلت معايا أخت صومالية عايشة في جدة وعندها مشكلة ومشكلتها إنها عندها طفلين سعوديين من أب سعودي ولكن بدون هوية وهي الآن عايشة مع وحدة من صديقاتها لأنها مطروضة من البيت وصاحب البيت أخذ كل ممتلكاتهم وكل الأثاث على أساس ما قدروا يسددوا الإيجار وأولادها الآن بدون هوية وهم أطفال سعوديين طفلين سعوديين واحد عمره ست سنوات والثاني عمره عشر سنوات واللي عمره عشر سنوات هو اللي مسجل المقطع اللي أنا الحين نشرته الأطفال هذي لبدون هوية ليش؟ لأنه الوالد وهو الآن في العناية المركزة في الإنعاش في العناية المركزة في المستشفى الآن بسبب حادث مروري وصر له شهرين على هذا الوضع وفاقد الوعي والسبب أن الأولاد ما عندهم هوية هو أنه كان يماطل في أنه يسوي لهم الهوية بسبب أنه كان أصلاً يشتغل عسكري وبما أنه عمله العسكري هذا ما يسمحوله أنه يتزوج أجنبية فكان ما بإمكانه أنه يسجل هذا الزواج بشكل رسمي والنتيجة أنه قبل ما يسجلهم بشكل رسمي وبعد مماطلة للزوجة كل هذه السنوات الآن هو راقد في المستشفى بين الحياة والموت والأطفال بدون بيت وبدون مدرسة وبدون هوية وحتى المعاش مقطوع عنهم فيا جماعة من منطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد يا جماعة من منطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه رجاء أن انشروا هذه الفيديو بحيث أنه يوصل للمسؤولين أولا لجلالة الملك المفدى الطفل قاعد يناشد وينادي بابا سلمان الملك سلمان الله يحفظه يا ربي والولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يا رب العالمين يحفظهم جميعا ويحفظ المملكة ويحفظ حكامنا جميعا يا رب العالمين ويحفظ بلاد الحرمين من كل شر يا جماعة رجاءا رجاءا انشروا هذا المقطع حتى يوصل المسؤولين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر